دوري في هذا العمل عمل مصرحي اسم المصرحية القرار أنا دوري علاء أجي ابن لأسرهم خلينا نقوله مفككي كل واحد عايش بعالمه طلع يتعلم بيت الأفيف عمل شغلاته ورجع لهون مش نلاقي شغل صدوصني قاعد وعنده مشاكله وكمان مشاكل العيل اللي عنده كمان عظهره فزي متبتسيت خلينا نقول يتفجر زي نقوله خلينا المصرحية اللي يحضر فاديش أحرق أشياء في المصرحية فس هيك الدور يعني فراحة إنه بني آدم يتعلم الإشي اللي بيحبه ملاقي شغل فيه كتير نحن شايفين نسبة البطالة عالية جدا وهذا كمان واحد من أسباب اللي الناس هيك بصير فيها يعني وهم بذي روح البني آدم فبضل بالبيت وبصير أي شغلة تضايق وأي شغلة تصير في البيت تضايقه وبنفسه بصير وحيد خلينا نقول لأنه بفكر شو بدأ أعمل الخطوة الجاية شو بدأ أعمل أنا وبمتنطيك من العالم الموجود فيه من العيل اللي هو فيها رأيي أن المصرح دائما هو أصلا خشبة المصرح عبارة عن رسالة الأشياء للمجتمع هي تنقض أشياء في المجتمع خلينا نغيرها أو نتعامل معها أو نغير الألدات فيها نظبطها لحصل المجتمع اللي احنا فيه تعلمت مصرح أنا بروما بس رجعت عشان الكورونا الأسف الشديد وحاليا نعم بشطل هون كممثلة بمثل بمصرحية القرار هون بشخصية ليلى اللي هي البنت الزيرة اللي بالعيلة البنت المطيعة اللي دايما تسمع الكلمة اللي دايما تمشي مع الطيار وإسا فجأة أجع عليها قرار اللي هو حاسم راح نسبياً يغير لها كل حياتها واستوعبت أنه هذا القرار يعني كتير صعب وبدهاش تقبله إسا هاي فاتت بصراع أنه إسا بدأتوقف قدام الكل وتقول لا ولا تسكت تسكر تمها وتمشي عشان الكل ينبس حضور كافة بتخيلش في حضور كافة لا مش بتاتاً الإشي مع الوقت عم بزيد حسب راية وطبعاً كمان الصباية لما تيجي تحضر المصرح بالأول بيكونش عندها توقعات عالية أو بتيجي بس هيك تسلايبس بعدين لما تطلع من المصرحية بتقول واو استفادت أو ممكن تغير إشي بعائلها وهذا هو نسبياً الهدف من كل المصرحية اللي أنا بشتغل فيها هو أنه على القليل تأثر شخص واحد من الجمهور هنا هاي مهنة اللي مش كتير بخضوها كمحمل جدي يعني أنه ممثلة مش كتير مع أنه لا الفن كتير إشي حلو ولازم نزيد من الناس أنه تتعلم فن تتعلم مصرح تتعلم أو أي شي كان له علاقه بالفن أي مصرحية اجتماعية واضحة سلسة بتخاطب الجمهور بلغته لغته الاجتماعية الواقعية قضية الزواج المبكر أتجوزه لما تجوزوش كيف منقرر فسيرورة كيف يتخذ القرار هو مشكلة بطلة القصة اللي هي ليلة اللي ده تخلص صف 12 ومغصوبة يعني يعني في شي محل مجبورة تتجوز هذا الإنسان اللي بنحكي عنه في المصرحية لأنه في هناك مصلحة عائلية من وراء كل هاي الصفقة عشان هيك قلنا مسرحية يعني واقعية وتخاطب الجمهور بلغته أنا أنا أحب المصرح بحاول كل يوم أفي الصبح ألاقي حالي في مكان تاني والمصرح دائما بيختارني وهي أنا مكمل يعني مسأل مش بالشكل اللي بأحلم فيه يعني مجتمعنا مش مجتمع مسرح مجتمعنا مجتمع اللي ملته في أمور وقضايا شرعيا هو ملته فيها قضايا الشارع قضايا الثقافي قضايا الهوية وقضايا أخرى هون وهناك مصرح بحاجة لجمهوره أنا مش عم بقول إنه ما في خمسة في مجد الكروم بيحبوا المصرح بالشكل اللي أنا بأحلم فيه في خمسة أكيد وكرمالهم أنا بعرض كرمالهم أنا أكون على خشبة المصرح أو خلف الكواليس في أي عمل مسرح جمهورنا جمهور ملته في قضايا الساعة قضايا كبيرة حكيت يعني منيح اللي فيه عندنا البعض اللي بيجي بيحضر مسرح لأجل المصرح وليس لأجل الدعوي المصرحية بتحكي عن موضوع العائلة المتفككة بتحكي عن الزواج المبكر وبتحكي عن الضياء اللي الدنيا أخذت العائلة فيه وكل واحد بيحكي لغة كل واحد إله عالمه وكيف العائلة بتتفكك ومين بالآخر بربط هاي العائلة ومين اللي بيحاول كل وقت يمسك الترابط والخيط تبعت هاي العائلة هي الأم مثل كل أم فأنا هنا بشتغلش كممثلة يعني أنا ما بحسش إنه أنا بتعب عشان أعمل جهد مع إنه أخذت يعني جائزة أحسن ممثلة في هاي المصرحية في مهرجة نعكة بس أنا انصدمت لأنه أنا ما اشتغلتش كممثلة أنا أم فأنا كل أحاسيس الأم بالدنيا موجودة بالمصرحية فهي أنا عندي مصرحيات أول إشي جمهوري كتير كبير أنا بمجلك روم فبحب كتير مجلك روم كان عندي رجال من المريخة عملت هون عملت الحابدة تكتيك هون المسطورة عملت هون كل عروضي المونو أنا بعمل المونو ممثل واحد فعروضي كلها عملتها بمجلك روم أنا ضيفة محبوبة وأنا عاشقة لمجلك روم المسرح اللي أنا بسويه أنا بكتبه يعني أنا بألف مسرحياتي هاي المسرحية تأليف وإخراج هشام سليمان بس مسرحياتي أنا بكتبها وطبعا المسطورة مثلا من إخراج قوري شانيل الرجال من المريخ إخراج هشام سليمان إنتاج مسرح لفرنج كل العروض أو المسرحيات اللي بشتغل فيها كمونو حوالي 12 مسرحية هوني بعالجوا قضايا اجتماعية في المجتمع ولأول مرة بقرر إنه أنا أعمل إشي كوميدي فعملت الرجال من المريخ اللي هي طلعت سناء جديدي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة